مرحبا مواليد برش الجدي معكم كارمي شماس كيف بده يكون الأسبوع من الـ 2016 للـ 2021 كنون الثاني يناير مواليد برش الجدي هذا أسبوع أنا بعتبره مهم لأنه مش بس أنتوا كل الأبراج عم تنتقل من الجزء الأول للجزء الثاني في هذا الشهر وذلك بسبب انتقال الشامس من برشكم لبرش الدلو يوم الجمعة 20 الساعة 10 ونص صباحا توقيت بيروت يعني 8 ونص صباحا توقيت العالمي كلنا منتقل كل الأبراج تنتقل للجزء الثاني من الشهر ومطلوب من الجميع أنه يرجع يسمعوا برشهم الشهري لأنه أنا حكي عن هذا الموضوع في البرش الشهري تحديدا لحتى ما أرجع أكرر الكلام عندنا أمر جديد يوم السبت في برش الدلو ساعة 11 المساء توقيت بيروت فكيف رح بتأثر هذه الأمور على برشكم تانين والثالثة 16 و17 طبعا الشمس موجودة برش الجدي الأمر موجود في برش العقرب هذه فترة قوية قوية وداعمة جدا للموالي برش الجدي بتعطيكم طاقات كتير كبيرة بتعطيكم مجال لحتى تحسموا أموركم بمساعدة الآخرين أو لحالكم لكن إذا بدكم خبر إذا بدكم دعم إذا بدكم استفهام معين الكون قادر يساعدكم ويتساهل معكم ولح بتلاقوا هالمساعدة والخدمات من خلال يمكن أشخاص من حولكم فترة ممتازة استفيدوا منها التلاتة 17 ساعة 7 ونص المساة توقيت بيروت بيروح الأمر لبرش القوس بيبقى كل الأربعة برش القوس والخميس ببرش القوس حتى 9 ونص المساة توقيت بيروت فترة وجود الأمر في برش القوس هي فترة ضعيفة بالنسبة لألكم بتأخر أعمالكم بتبعدكم عن الخط النهايي بتتأخر يمكن سفرتكم أو بتضيع بعض الأمور بيصير فيه شوي بلبلة بيصير فيه اختلاف القراء يمكن تزعلوا شوي يلي عنده الشغل بده يدقق بشغله لأنه فيه احتمال أنه بعض الأمور تتخربت وما تطلع النتيجة مثل ما انتوا بدكم يعني فيها تكون خيبة أمل فكونوا منتبهين حتى عاموركم الصحية والعائلية وكل شيء وغرادكم وممتلكاتكم كونوا جدا حذرين طبعا من دون ما فيه لزوم أول يلي متابعنا بيعرف أنه هادي فترة غير مناسبة اللي الأمور الصعبة أو المعقدي أو يلي بده حظ الخميس 19 الأمر بيروح لبرش الجدي برشكون وذلك بتوقيت بيروت الشتوي 9 وربع المساء هذه الفترة رائعة ورائعة ورائعة بيستمر كل الجمعة وكل السبت تحديدا حتى 8 ونص المساء توقيت بيروت فترة وجود الأمر في برش الجدي هي فترة ولا أروع من هيك ولا أجمل من هيك ولا أقوى من هيك خاصة أنه الشمس صحيح منا ببرشكون لكن صارت ببرش الجدي ببرش الدلوي اللي هو بيت داعم لألكم مية بالمية فابتداعا من لحظة وصول الأمر لبرشكون فيكن تقولوا أنتوا صرتوا أقوياء جدا 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 مهمين جدا جدا وبلشت عنكم فينا نقول سنة الـ 2023 يعني هادي بين هلالين هادي فكرة يعني بس يمكن تبلشوا تلاحظوا أنه فعلا صار فيه تغييرات حلوة وأنتوا أدى وقدود أي أمور عالة أي أمور خيب لكم أملكم فيكم ترجعوا تشغلوا عليها وعلى الأرجح ما تستسلموا إلا ما تحصلوا على الجواب البتكونية السابت 8 ونص المساء الأمر بيروح لبرش الدلوي بيت المال بيلتقي بالشمس ساعة 9 ونص ساعة 11 المساء توقيت بيروت وهالأمر الجديد في بيت المال حكي عنه أنا ببرشكون الشهري تأثيراته حلوة وجيدة خاصة الأشخاص الوعيين خاصة الأشخاص المهمين خاصة الأشخاص اللي بيدرسوا والأشخاص اللي عندهم امتحانات اللي عندهم عمال مهمة ليه لأنه هذا الأمر الجديد موجود ببيت المال في بيت الرزقة في بيت التقدم في بيت النجاحات ونجاحات مش بالضرورة والأرباح مش بالضرورة تكون مادية انتبهوا يمكن يكون امتحانات نتيجة امتحان دخول يمكن عندكم الكثير من الموعيد والأعمال المهمة نتائج نطرين أجوبة فهلأمر الجديد مفروض يحملكم ما رح أوعدكم بخبر أكيد إيجابي لأنه كل شخص شو عامل إذا عامل شغله ولا لا وشيه عنده بخارطه الفلكية عفوا لكن أمر على الأقل له دلالة مهمة لحد 22 أمر كمان موجود ببرش الدلو فأنتوا أشخاص كتير مهمين كتير قوية وقدرين تعملوا يلي بتريدوه في هذا الأسبوع المواليد الأكثر حظاً كلكن محظوظين هي 5 و 6 كانون الثاني يناير بينما المواليد اللي بلوتو مع أولي زعجها شوي هي مواليد 18 و 19 كانون الثاني يناير فكونوا حذرين بدي أتمنى لكم أسبوع حلو تابعوني مع الأبراج اليومي دايماً الأسبوعية الشهرية سنوية وما تنسوا التوقعات العالمية للمزيد من التفاصيل إلى اللقاء باي باي